اليوم في جميع النواحي يطلبون مستوى الخدمات المرتفعة ومن هذه الخدمات قطاع النظافة قطاع النظافة اليوم لا يوجد فقط أن تجمع الأزبال وتمشي لكن يتلبون أن يقع الكنس وأن المطارح يكونوا في المستوى إلى آخر وهنا أريد أن نذكر هذه القضية خاصة السيدات والسادة المستوى تتعرفون أن الإمكانيات لتخلص هذه الخدمات تطلب إمكانيات مهمة جداً وكبيرة جداً بخير مثلاً للموقع من خلال مرحلة كوفيد أن الدولة كانت منذ ما أنها تطلب أموال باهدة من أجل تخلص الخدمات النظافة الجماعة ترابية مع الأسف وبعد الساكنة رغم أن يخلصوا الضرائب التي تخلصوا في هذا الميدان ولهذا لكي يمكننا أن نرفعوا المساواة للخدمات في هذا الميدان لأن الجميع يؤدي معا له الدولة بالتعباء في الحال تأدي الواجباتها لو لا تقوم بلازم المواطنين يخلصوا إحتهما كل واحد يخلصوا لكي يخلصوا لكي يطلب بواحد الخدمات في المساواة لهذا السادة الرؤساء للجماعة الترابية يجب أن يصهروا بأن على الأقل كل شيء يخلص لأن اليوم كم نعرفه بأن مجموعة تتخلص ومجموعة ما تتخلص ولكن لا يخلصوا ماشي مع كل اليوم بأنه ما يخلصوا وشكرا ترجمة نانسي قنقر